برشا لحقيقة وعندي برشا ونحب نعمل له انتريفيو كل ما يجي لتونس نكلم ونقول لها كيفاش وقتاش نتقابل وقتاش نجي بحثين بيليل بريك اهلا وسهلا بيك اهلا بيك وشنا حولك بيليل حمد الله محسي بكو اي كتبت اليوم حمد الله حمد الله بحثين المخرج متع المسرحية متاعك وانتي بحثين بش نحكيه بأكثر تفاصيل على ملاسين ستوري ملاسين ستوري سي رايين القروي اهلا وسهلا بيك مرحب بيك يوسف ومخرج المسرحي بيهي برشا نتجيم على المخرج لانه عنده نظرة اخرى بليكش عالممثل كيكون عركح صحيح ولا ايه طابعا اي بشي حكي عالبروجين تصور عنده نظرة اخرى حتى لك انتي كمنشط فما حاجات ينجم يجيب عليهم المخرج اكثر من الممثل ايه بليل بريك عرفتو حبيتو بدور مهر في النوبة نحكيه معاه على ملاسين ستوري ملاسين ستوري فكرة مع انت نص مع انت نص موش متاعك بليل نصلي نوردين الهمامي واخراج رايين القروي تمثيلك انتي الفكرة كيفي جيت شو على الولا متاع الفكرة متاع ملاسين شو على الولا بديت معاندي انا ملحومة من الملاسين لانك ود الملاسين بيبذبت ايه لا ميا ما بديتش من ملاسين بديت من تخنطيبة لانه المشروع متاع المونودرام عنا برشا نحكيو فيه حبينا نعملوا مونودرام فبديت نخنطب في تخنطيبة صغيرة خذية منها سينوردين الهمامي المامو كما نقول ووليت ملاسين ستوري القصة اللي ان شاء الله بش نتفرجوا فيها ان شاء الله على المسرح على قريب فان سبتمبر ان شاء الله تكون حاضراكي جيك البروجيه رايين جيك بتبيع النص جيك الممثل شني حاولتوا تركبوا معانتا على المسرح هو الله البروجيه بليل يزاد بليل في فرنسا عنده رو عامين ونصف معناها من قبل الكورونا نحكيو في الفكرة هو معناها بروبوز الفكرة اللي عجبتني برشا حاولنا نطوروها ضفنا للعنصر الثالث اللي هو نوري نردين الهمامي صديقنا ومشينا في فكرة تحكي على قريبه برشا من بليل على اعتباره خطر البصرح هي مونودراما هيش وان من شو ولا ستند اب مونودراما عادة الخرافة ولا الحكاية تكون نابعة من الاهتمامات متاع الممثل في الدنيا مش الممثل الشخصي يعني من بليل جيتوا من البروفا طو خلنا اقولوا المستمعين رو جيوا من البروفا وتاعبين شوية بليل بليل وريان رو بتاعبين شوية جيونا من البروفا ديريكت كنت نجمو تعطيونا هكا خنقوله سينوبسيس ولا الفكرة العامة متاع المسرحية بليل الفكرة العامة متاع المسرحية هو ارتيست في الملاسين في البريود متاع الثورة كما تعرف بريود الثورة صار شوية انفيلات امني وتخلعت شوية مجازانات واللي مروح بفريجي دير واللي مروح بغاز السيد هذي يمشيخ لع دار الثقافة يحب يعمل مسرحة ماني فيه وبدأي عايت له اللي تحومتو ومعاش نزيدك اكتر منها ما عاش تزيدني اكتر من حكاية وتبدأ الحكاية ونصور رو هزو اللي تحومتو كل شي بتاوبش نكتشفوها ان شاء الله المسرحية على قريب سؤال ممكن حتى حد ما ترحو الرايين هوبش نطرحو الوان اليوم شنين الفرق ما بين ماهر اللي في النوبة والسوكسي اللي تعمل في النوبة البيلل بريكي بالرول متاع ماهر وشنين الفرق ما بين بيلل بريكي والرول متاع وليرو مخاطبش جسد برشة مع انتا شخصيات على الروك شنين الفرق ما بين وهو في التلفزو كما تعرفوا العبادو على المسرح بها اللي نعرفه زي نال نتفرجت فيه في مونو درام دوميل تريز اسمها سلمة سلمة نعرف بيلل العبادو متاعرش لي هو ولد المسرح ومال برشة مسرح بل ما يكون ولد باركان لاحداشن فيلم زي دا قصير وطويل في السينما عندو باكراوند تلفزي وحتى في التياترو نعرفه في التياترو مليح نعرف الامكانيات متاعه وطبيعة زي تفاجأني بارشة سورتو في نوبة وولاد الغول هاي ولاد الغول زي دا تهامي اللي بش فياج لعبادو بس تاردو زي دا فيلم بس تاردو الناجيب القاضي مش خاطرينه مخرج العمل ولا ولد العمل لا باش يتفاجأوا بالحق ببليل في الخدمة ديه لانو سمى بارشة شخصيات معناها كل شخصية منحوطة فيها معناها مورفولوجيك مو جريماسها الصوتها كل شخصية متشبهش للشخصية الاخرى في شخصيات بعيدة كومبليت مو على الشخصيات ربما اللي يعرفهم اللي يخدمهم أسئلة سائلها أنا أسئلة سائلها نوردين وبش نوروها للمتفرج بطريقة معناها الشعبية ما هيش زادة خدمة كاسحة مش مسرح ما شوف هو مسرح هو مسرح بقى لقينا توليفة ووصفة كيفاش يكون فيه كل شيء ما يتعدى للنس كل معناها للطبقة المثقفة أو حتى الطبقة العادية معناها للنس كل للنس كل لذلك بيليل بتشوفوا بالحق في عم ببرفورمانس فيزماتي معنا ببرفورمانس ممتعة ممتعة أنا متأكد مش خاطر بيليل صديقي يا ما بش عملنا حاجة مزيانة بارشة حش انتوني والذي نظرة متاع المخرج هذي خلني خذر النظرة متاع وهو شني بش نكتشفو في بيليل على المسرح بيليل بريكي اش بش تكتشفو بش تكتشفو برشة حاجات صعيبة تحكي على روحك صعيبة تحكي على روحك صعيبة برش ومسؤولية كبيرة لكن نحاول بش نفاجأ الناس اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش لأنه في كل البروجيه يلجم نحاول نظهر حاجات ما مظاهرتهم شقبل دون كاني قاعدنا اجتهد بالحق ما نحبش نحكي على روحي برشة خاصة في المشروعة ذي خايف برشة زيدة مسؤولية كبيرة لأنه حتى التجربة اللي فاتت اللي عملتها في المونودرام كانت شخصية واحدة تروي القصة التجربة هذي متنوعة سلمة كانت شخصية واحدة ترويلنا القصة نتاع المونودرام لهنا برشة شخصيات كيف نقوله شخصيات مش معناها جزتك يتلفت يبدل طرف صوته ويتعدى الحكاية وماش شخصيات بالحق مش تبدل الملابس كما كان يحكي الصوت لبدن وخدمة بالحق متعبة برشة مش سهلة إن شاء الله ربي وفقنا فيها إن شاء الله الشيخة الشيخة موجودة لأنو انت قبيلا في الأوف معنات البرة حكينا قلت لي راو مانيش عامل المسرحية هذي فقط باش يجيو يتفرجوا في العبيد راو ليا اينا نحب اينا نحب اينا سكتمو الهدف الأساسي اينا لأنو قعدت قعدت فترة ما عملتش لها مسرح وكانت بالحق فترة كئيبة نوعاً ما في حياتي لأنو اكتشفت مبعد شنو زعم منيش أنا كي فنلقى روح يبعد شوي عالمسرح لنك باش نارجع للمسرح بمحبتي للمسرح مش باش نعمل مشروع على خطر مثلت في التلفزة بش يجيني الجمهور نحب نعمل مسرحية نشيخ بيها انا واذا كان شخت بيها انا بش يشيخوا بيها العباد فما كل شاي في المسرحية رايين قال فما الظحك فما الدراما فما باش نبكيوا باش نضحكو فما كل شاي في المسرحية نعرفوا اي عمل فني خنقول ومش كيام في المسرح وهناك رسالة، فما حاجة هكية تحبو توصلوها للمطلقي، ما هي الرسالة بتاع مالاسين ستوري؟ أجابك المخرج والآن؟ مثال، ما يأخذ النظرات الزوزة لأنه تختلف، ليس كما يحكي الممثل كما يحكي المخرج نتسابه؟ الرسالة هو شوف هو الحلم فما ناس قاعدة تحلم، ناس قاعدة تحلم ولكن الحلم في تونس الحقيقة صعيب شوي لذلك تتعرض البرشة عراقية، لكن ما عندكش تبقل شواء، سواء تتعمل دور الضحية وتضعف واللي هو الحاجة الخاطئة وتسلم في الحلمة متاعك، وإلا تحارب عليها للأخ في مالاسين ستوري فما شكون حارب على حلمتو، والقصة مزينة كيفاش تبدأ راي مزينة ببرشة القصة؟ من عند المخرج تاو الرسالة؟ براتيك مو منيفش نزيد ببرشة، معناه الطرح الأساسي هو الحلم، معناها ندعو الناس أنها تحلم من خلال شخصية بيليل على فكرة اسم الشخصية البطلة على اسم بيهي برشة، على اسم بيليل، يعني أنها تقرب، مش تقرب صن بورصو، ما تقرب من بيليل في حبه للمسرح للمسرح، ما عشتهم مش الأحداث انتي، الأحداث لي، لكن عشت برشة حاجات قرب للموضوع لأنه نورمالما وقت اللي صاروا الأحداث مكش في تونس ولا في تونس، في تونس؟ في تونس، في تونس، في تونس، في تونس، في تونس، والخدمة، نحكو على المسرح، زادة من 2011 التو، زادة تغير متاع نظرة الجمهور للثياتر، وين جاءكم بعد، سنخرجوا بيهي بش نحكو برشة على المسرح، نحب الفرصة ناخذها مئة بالمئة، مدم عندي مخرج مسرح يبحثي ومدم عندي ممثل الطيارة برشة وقاعد ياخذ في بلاستو في تونس، في تونس، في تونس، في تونس، في تونس، في تونس، ماذا بي نسئلكم على المسرح، خاطر برشة قاعد يتحكي على المسرح، وعا الظحك زادة، ثم نحكو بلوز ان ديتالي، يلا، الاربعة وتسعة عشرين دقيقة ببليستي راجعين معاكم حتى الخمسة العشاية الاربعة وواحد وعشرين دقيقة ليفين محلى راديو مكملين معاكم حتى الخمسة متاع العشاية، بحث بيليل البريكي والمخرج رايين القربي بش نحكو على ملاسين ستوري، حكينا على المسرحية بريكدي، حكينا على الهدف متاع المسرحية والرسالة اللي تحب توصلها المسرحية وجبدنا الموضوع اللي لازموا يتجبد، اللي هو الضحك، الضحك قاعد يتحكي برشة ع الضحك، نتصور تابعت واشني صار مع الفين القدير المين النهدي أو السيف، واشني صار مع لطفي العبدالي ومشكلة الضحك، وشني اللي ضحك، وشني المعانتا فين الليميت انت على الضحك بليل، لانو طوى اسكوفاما للميت للضحك والضمار، اذي نقطة الاستفان، نمشي ونبدأوا برايين، نبدأوا برايين، وين يقف الضحك في المسرح؟ خنقول، وشني الليميت؟ خنقول، ثم حاجة خليتني نضحك، الضحك توفي تونس ما ليش نحكي على الأشخاص، معنى كل حد حر في، هي اختيارات وأنماط متنوع على الوان من شو، ستانداب، معنى كل حد حر في، في المونو درام لا، في المونو درام الضحك يجبها تكون مخدمة، سنون ولو نخدم في حاجة مختلفة، معنى يجب الكاركتير تاع الشخصية يضحك على باس، لا يحب في orangين مدرسة بعملة، الو Зд TDUAND. الضحك بله الشخصية لأسف انerenى مل eighteen one two one one says towski دورق غرفة انه من شهور تقول ojos، معنى تشغل بالرuss، بشهور عادل. لأن شهلول ومحله الرول تهيمي في ولد الظهول وشيء أخرى جملة في السينما أنا تفرج في برشة أفليم لم أفهم برشة دائما فيه رول ليجي يقعد بلال البريكي في الضحك سنقوله نحن أنا نحس لي مئة بالمئة يبشي في الفضاء أما ليس حاجة تخوف أنه ممثل مع أنت عمل لماج متاعه هذيك بل كشي لعباد شجي تفرج في حاجة أخرى بالعكس أنا أذية خوف ما فهمتش ما عنديش في قاموسي الخوف إذا كانت خاف ما تلعبش فهمتني بالعكس يلزم نفس السؤال ترحوهولي بعد ماهر ديركتمان تهيمي بومعيد وشخصية يعني كومبليتمان فما نخافش يلزمني نمس برشة حاجات وذيك باش نحن مزلنا نتعلمه زيادة ونيديجان نتعاونه نتعلمه نكونه في خبرة إذا كانت تقعد خايفين أنا نعرف نعمل هذه خليني نقعد في هذه ما تتطورش وما تتعلمش أنا جوز أني نعمل حاجات ونخرج من الكم فورم تاعي ونعمل حاجات اللي ما جربتهمش وما عملتهمش وحتى كان ما خطفوش مثالش ديما هذيك تقعد للتجربة نعمل حاجات نتعلم بها للمستقبل مع انت الشخصي الشخصيات اللي باش يتخدموا مع انت شخصيات قراب للحقيقة برشة تصور حتى فما ولد حومت بيليل تكتبوا عليهم طبعا نوعية الأسامي والكاركتير الكل نلقاهم في طوانسة طوانسة بحق لأنه كما يقولوا الملاسين قلوا حيهلال وحيطة ضامن والبدرية وكذا وقفصة وبيجة كلنا طوانسة 90% طوى معاش 90% طي كلنا كيف كيف طوى الناس كل كيف كيف طوى مع انت قديش انت صرحت قبل بيليل وقلت رو المسرح خرجني من وضعية مية بعدني نوعا مية من حاجات كنت نجم نمشي في الغلط المسرح المسرح توا في تونس اسكم متاح للنس كل اسكم تشوف تشوف ولاد الحوم قاعدة تحب تمشي غاديك تشوف وهذا موجود موجود في ملاسين ستوري لأنه لو قلتها زادة في الانتريفيو البارح هو مشكلة السيد هذائي في المسرح هي أنه استولى على در ثقافة مهجور لأنه في الملاسين ما فما حتى فضاء ثقافي حتى فضاء ثقافي لمكتبة لا اسباس مسرح حتى فما مخدرات فما قهاوي وهذا اختار كبير الانسان كي يبدأ مغروم مغروم بالدنس وين بش يمشي بش يقرب الفلوس ما عندوش بوه بش يهزوا البلاسة ما 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 فميش يعني يلقى روحوا موهوب وما عندوين يمارس حتى در ثقافة حي الطيران اللي تصير فيها الحديث هي حي الطيران كي ما نقولوا في الحدود الملاسين دخلنا في حي طيران بعض حي زهور دونك الملاسين فعليا ما فيها حتى فضاء ثقافي وهذا اختار كبير بالنوتوريتي تاوي بيليل اللي انتي تملكها نتساور من بعض المسلسل وكل شي تاخذ النوتوريتي كبيرة تنجم تدق البيبين عملت محاولات انو تسير دار ثقافة في الملاسين ولا فضاء ثقافي في الملاسين مع انت النجمه تاوي بالنوتوريتي متاع بيليل نجم ندقه على البيبين وقول ران نحب دار ثقافة في حون هو نوتوريتي حتى هديجا في المسرحية معنا اللي بش يتفرج حتى من المسؤولين بعد المسرحية تتحرك حاجات يلزم تتحرك حاجات بالحق خاصة انو وهذي انا كما قلت لك لاني انا ولد المنطقة هذيك يلزم كل انسان ولا كل ارتيست ولا اي واحد ينجم يعاون منطقته حتى بفكرة حتى ما ما دين ما ننجمش نبني ان شاء الله نهار نبني يا ربعة مواز حتى في المسرحية يقولوا ملاسين نحب نردها افينيون ان شاء الله نشوفوا ملاسين افينيون ونشوفوا حي تظامن كان ونشوفوا دونك كل واحد من بلاستو يعاون باللي يقدر انا نجم نعاون بالفن متاعي بش نوصل لرسالتي وكل واحد من بلاستو نجاري عاون بب بش در ثقافة الحديد يعاون بالحديد بش نجم نقدمه باهي برشا باهي المنتاليته بوزيتيف هذا مهم على الاخر ومشكور بليل لانو مش شاباب الكل تخمم بالفصان هذي انو الحوم ممتاعي لازم هتتطور لازم يوصل الفن لازم يوصل المسرح لازم توصل الدانس هذي الكل لازم يوصل للحوم نشوفه ديرابوري اخر شو من الملاسين مع انت نسمعوا موزيكتهم مع انت في خنقوله في المسرح وفي التمثيل وكل شي عنا بليل بريكي تسمى نوعا مال ايكون متاع الملاسين في الشي هذا وان شاء الله بعد المسرح هي تتحرك ومهم برشا انو راو يكون در ثقافة بارتو في البلاد راو نورمال مو في كل حومة موجود شي هذي المسرح رايين لانو تولينا ديسر في جدل المسرح الكوميرسيال المسرح النخبوي المسرح العباد اللي تحب المسرح النخبوي ما تحبش المسرح الكوميرسيال مره جيت بحذية ممثلة لهنى وقتلي راهو المشكلة معانتها سين بوليتيك سياس انو المسرح ما يكونش ماخ في حظ وانتي توافق هاي هو راي ليش كي سألت انت بكري بيليل قلت له انت تنجم هي راي سياسة ثقافية بتاع بلاد كاملة معانا هيدا ال الاعلى هرم في السلطة يعملوا فيزيون كولتوريل كاملة للبلاد وقتها تسهيل اذا انت السياسة الثقافية متاعنا ديجا هي ضد ضد الفن و ضد تطوير دور الثقافة ما هم ش تنجمش تعمل فيهم ربع مصرحية تنجمش تعمل فيهم ربع مصرحية تنجمش جملة حالة مكربة ميزم مربوطة بالبعض يجب زادة الدولة والمسؤولين على القطاع والشأن الثقافي في تونس يجب ان يعودوا هاكلة جديدة ورؤية جديدة كما في الدول المتقدمة خاطرة وانسا الكل تتبع في المسرح تتبع في الموسيكا يفهموا نحن نقص إرادة فانا نظن قايمين بوجبهم ناس تحذر في دي برو دوي ناس تخدم تفكر مع التنوع يعني انا كي قلت بكري في اللوف نحكو ع فرنسا تلقى المسرح الشارع تلقى الكافي دو التياتر اللي يعمل فيهم تلقى المسرح التجريبي اللي قايم على أطروح لانا ما عنديش مشكلة مع التنوع لإليس حربت علي معنها مع التنوع مع التنوع مع التنوع عقلية التنسي ولا كلمة التجاري ذا ذي مشكلة منعرش كنت شاتروني الرأي بليل ورايين ذا مشكلة التجاري لانو التنسي وليت أسهل أنو يحل التلفزة كو يمشي للمسرح بالطبع بتنسي وليم من يحل οι التنسي يمكن أن نسمع كلمة فانا يمكن أن نتعب مسرح الفان مسرح الفان يمشي برشة في الستند اوب وهو مسرح اخر جملة وكولتور اخر جملة بعيدة شوية على المسرح راين بعيد مع أنت هو كما نقول الاندرغراوند الستند اوب بازي على البداية دي جاملي كافي تياس في البركة بازي على العلاقة المباشرة بالممثل الجمهور دي جا يدخل معهم في ديسكوسيون ديريكت بازي سيرتو معنى النجم يأخذ الأحداث اليومية اللي تصير الكتبة متاعه كتبة يومية معنى الكلام للنجم نقولوه في الدنيا عكس المونودرام والثياتر معنى عندك طرح كامل عندك كتابة درامية عندك شخصيات دفهم خط كامل معنى هالشخصيات في مثلا نيكزوم في الملاسين ما همش دي زاسبي تشوفهم لأ عندها خط شخصي تفهمون ماشية في اللخر عند حياتها و جيعتها و جيعتها بالضبط قديم من برسوناج فهم برسوناج برنسيبال و فهم سبعة أخرين أو ستة أخرين سبعة وثمانية في المسرحية الكل سبعة وثمانية في المسرحية الكل إن شاء الله ربي وفقكم إن شاء الله تمليوا المسارح متعتونس الكل بولبل حداشنا كور متراج و لان متراج تبارك الله من 2013 من في السينما أو الفيلم في السينما 2010 في نور الشامل الفيلم يوسف الشيبي و كنا في الكمبيتشي أوفي سيال تاجي سيسي 2010 عمري وقتها سبعتاش سنين أما آخر عمل مسرحي 2013 آخر عمل مسرحي سلمة سيسيزان 2013-2014 طواب كي ناخذوا ركول بولبل ديما نحبها البروشة ذي معه في الانترفيو كي نسل الفنين كي تاخذ ركول وترجع 2010 2013 2011 و كل بدايات و نتصور فما ببرشة شباب يسمعوا فينا طواب عندما كل مشكلة بتاع البدايات ديما نقول رو هي كل ضربة الأولى هي اللي تهز الفوق ترجعوا تشوف بيليل كيفيش بدي وطوا شنية تقول شنية تقولوا بيليل في المرأة كي تشوفوا كيفيش بدي وينوسل وتبركالله طوا بارتو يعرفوا بيليل البريكي ونجاح الأدوار اللي خدمته بان قولوا أنا فرحان بيك برشة بالحق لأنه كل واحد فينا عنده صعوبات كبيرة بانسر حاجة الوحيدة اللي أنا كبشت كبشت وممطن زاد نحب برشة اللي نعمل نحب برشة التمثيل نحب برشة المساح ونظنك تحب حاجة برشة يعني حتى هي تحبك فما الاجتهاد اني أنا كبشت وفما أسي الظهر أخاطر عمرك ثمانتاش سنة ولا سبعتاش سنة تلقى روحك تعمل أول فيلم حاجة به هي الظهر نحب برشة بديو عمرهم ستتاش وسبعتاش وما كملوش بول بول نحب برشة فيلم كان عندي نحب نشكر برشة المخرجين اللي خدمت معهم يوسف الشابي نجيب القاضي الفيلم هذك هو اللي حلي برشة ببين في السينما مبعدوا سي رجال عماري ناس مخرجين الظهما عطاوني أدوار رئيسية في الفيلم تيحهم امنوا بيخ ذاوبوا كودغيسك عطاوني ثيقة شارجيوني برشة 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 سي طيب لوحيش يلا يرحموا فيلموه قبل ما يتوفى وخدموا مريض برشة وسي إنسان يحب السينما برشة سوسنسايا برشة برشة سامحوني اللي نسيتهم برشة في التلفزة درنيرمان بوشناق وسي عبد الحميد الناس هذوما كل مجاوش هما ما نعمل حتى شي الحمدو الله سنقوم برشة برشة الحقيقة سين سكسي كبير برشة وسين استوارة سكسي نجم تتقرنها وليزم العباد تاخذ لأعلي وما تأيسش لانو شوف أي فنين جي عرقي جيها الصعوبات والقوة فيش كون يشد الاخرين نشوفوا بيليل عندها كمخرج نتصور حتى مخرج محبش مع بيليل البريك الانرجية اللي ديجاجيها الحب تحسوا انسان كي مثل خن ناخذوا الاجزمبل خن ناخذوا الاجزمبل على السكسي الكبير اللي هو ماهر تحسوا ينجم يكون صاحب الناس كل في الخدمة معه مع هذا الجنر داكتور كيف تكون الخدمة معه سهلة تحب دي ما تقدريه كيف تكون معه البيه هو سوبل معناه سوبل معناه معناه مونتالمون محلول مخ محلول مخ محلول حمده المسرح الممثل الواحد هو دي جاء عسين معناه يلزم هو اللي يديفيني لنا الاسباس هو اللي عايشنا وفي الكذا هو يوحيلك بالشخصية الكل معناه يلزم هو عند بيليل كيجيك ممثل ما تنجمش تتعدل البيه هي انه معناها هم فيزيكمو مترشق عاللخ هاي جيستيوية بالحق ما عندوش مشاكل بقادي ما تبقى ثم ديريكسيون بينو بينو الناس معو بارشة معناه ما عنديش مشكلة متاع ساعات ان سيديو سكوت في وضعية اليوم دي جاء معناها مشيخني في امبرو متاعنا الساعة لونك على ذوء ذاك النص تكتب على ظوء الامبرو خطر الكتيبة مش في الاخر القرآن هي نجم ساعات نبادلوا لونك معناها نكملوا بعضنا لونك معناش مشكلة مع واصحاب وطبيعتها من قبل كل واحد عندو التاش متاعو نكملوا خدمتنا نتناقشو برصا جديد الحديث مهم ياسا بانش كاملنا البروفايتس بالاخير هاي رجيب اعامين ونانا نتحدث التو مزلنا نتحدث وشنو يمشي شنو ما يمشي شنو ننظيف وشنو المنظيفوش وانا نقوت كنو عادكم في اكتشاف خاصة في الجانب الكوميدي خاطر ناس منظنش ما تعرفش شايفو في في ادوار امبو اكت ليجي معناها عندو برشة شخصيات فيهم معناها ما نحقوش برشة برشة ان شاء الله فان سبتمبر المسرحة سبتمبر نذكروا لكي بتاع المسرحة نص نوردين لهمامي يخرج ريان القروي سينوغرافي عو سيلو السينوغراف عن السينوغراف مبدع 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 وبيش شوفو زي سينوغرافية مزيانة ياسر نيازي المسعودي فما اسير الموسيقى الموسيقى حمزة بوشناء ان شاء الله ان شاء الله صديقتنا الكونسيبتريس سيهم الرزق مانا يكيبها كاملة يكيب توليفها مزيانة وان شاء الله بش نشيخوا نحنا ونشيخوا الجمهور وقتين شوفوك بولبل في التلفز في التلفز الحقيقة انا مركز على المسرح لانو تعرف موسم التلفزي قاعدين تتحذر مع انت المسلسلة كما قاعدة تكمل قريبا يخرجوا للتورناج فماش اتصالات انا الحقيقة ما فماش اتصالات وفي الوقت الحالي شيخ بالمسرحي متاعي وحضر في المسرحي متاعي وقاعد نخدم هو حبي كما يقولها دائما انا حبي للتمثيل مش في التلفز تلفزة بعد مرحبا بها احبوها زيادة لكن مدامني وقتين نتقلق كما نخدمش في التلفزة وقتيني نبدأ قاعد في الدق مدامني نخدم وموجود على المسرح التلفزة وقتيني تجي مرحبا بها بها برشو موجود في تونس طبعا موجود في تونس موجود في تونس ومزلنا مطاولين في تونس مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم ونعودوا بش نعودوا نرجعوا قبل العرب بانسير بانسير جيوا بحديك قبل العرب بانسير بانسير مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم